اهلا وسهلا بكم احبائي في تأملات قصيرة مركزة في انجيل يوحنة وابراز لشخصية المسيح الفزة العظيمة الفريدة في هذا الانجيل المبارك وصلنا في تأملات قصيرة مركزة في اصحاح 12 تقريبا اخر الاصحاح الجزئية الاخيرة فارجو تحضراتكم تتابعوا معايا لو معاكم كتاب مقدس او موبايل يريد نفتح ونقرأ عشان نختصر من الوقت وما نقراش كل النص عايز اشارك معاكم بفكرة اساسية بالنسبة لنهاية الاصحاح فيها الرب بيعمل اقتباسات من اشعياء عن موضوع الايمان مين اللي امن ومين اللي مش هي امن وازاي الناس قست قلوبهم وبالتالي اسلموا انفسهم لزيحنا مرفوض بما يختص بقبول المسيح المسيح المنتظر الموعود به احبائي وصلنا لنهاية اصحاح 12 في الجزئية الاخيرة دي واللي فيها بنشوف كلمات صعبة عن مشكلة عدم الايمان وعواقبه بيقول يحن هنا انه مع ان المسيح صنع آيات هذا عددها لم يؤمنوا به يخساره يخساره يا للمأساة يعني حال صعب فعلا وحال مؤسف لناس كتيرين حوالينا ظل معظم الناس غير المؤمنين وللأسف ده حال الكثيرين النهاردة في ايامنا عنشان كده عزيزي المشاهد برجوك ما تشعرش بالاحباط لو شهدتك للمسيح احيانا ما بتجيبش نتيجة فورية بقبول الناس حتى وان كان الواقع ده مؤلم لكن مش عايزك تشعر بالفشل مهمتنا حباء هي اننا نفضل امناء ونستمر نشهد ونكرز كلما اتيحت لنا الفرصة واحنا مش مسؤولين على فكرة عن قرارات الاخرين بنهاية المطاف لكن ببساطة احنا مسؤولين عن توصيل الرسالة بامانة دي مسؤوليتنا مش مسؤوليتنا التغيير لو بالناس ده شغل الروح القدس شغل الله بذاته بروح القدس في الجزئية دي بنشوف اقتباسات من سفر اشعياء 52 واشعياء 6 الاقتباسات دي بيتشدد على خطة الله كلي القدرة ازاي انه اعمى عيون كتيرين واغلط قلوبهم في عدد اربعين هل معنى ذلك ان الله منع عن قصد الناس للوصول الحقيقة لو تمعنا في السياق على فكرة هنلاقي هنا ان الله بيأكد انهم اردي اختاروا مقاومة الحق مدى الحياة ورفضوا خطته وتدبيروا لخلصهم منذ البدء وبالتالي اسلمهم لارادتهم كأنه بيقولهم تفضلوا انتوا مش عايزين تأمنوا خليكم في عدم ايماككم خدوا اكتر صلابة قلب وعناد لانه انتوا اخترتوا طريق العناد وعشان كده الفكرة دي بتتوضح في قارنتين استخدم فيهم الرسول بولس عبارات ومفردات مشابهة في رمية واحد من ايا 24 ل28 واللي فيها بيقول انه هذه النوعية من الناس الرافضة بشدة وبإصرار وبعناد اسلمهم الله الى ذهن مرفوض اسلمهم يعني كأنه تسالونيك التانية صحح اتنين برضو فيه عبارات مشابهة بيقول في عبارة شديدة اللهجة بيقول ان الناس الذين لم يقبلوا محبة الحق سينتهي بيهم الامر لانهم يصدقوا الكذب لكيدانه يعني الداهم اللي هم عايزينه خدوا اتفضلوا وكمان بتكلم يوحان الرسول عن فئة اخرى من الناس يبدو انهم امنوا لكنهم رفضوا الاعتراف علنا بايمانهم ومن ثم يصبح الايمان ده ايمان زائف اذا الانسان مش عايز يعترف بايمانه ايه الفايدة منه مؤسف جدا يا حبائي خوف الناس من طردهم من الهيكل او من طردهم من البيت او من الشغل او من دايرة الاصدقاء او من دايرة العيلة مؤسف انه الانسان بيبقى بيفضل راحته الارضية الوقتية عن مصيره الابدي صحيح يا حبائي ان اتباع المسيح واعلان ايماننا به ممكن يكلفنا اشياء مهمة وثمينة لكن انكرنا للمسيح ليه تكلفة اعظم واعظم بكتير يا حبائي الاختيار او البديل مؤلم جدا قال المسيح كلام في منتهى الاهمية من ينكرني قدام الناس ينكره امام ابي الذي في السماوات في متى عشرة شيء محزن انه في فئة من الناس كان ايمانهم ضعيف لدرجة انهم رفضوا اتخاذ اي موقف من شأنه انه يحدد مقامهم في المجتمع لانهم فضلوا مجد الناس على مجد الله بيقول الكتاب برفضهم الاعتراف على نبي يسوع بصفة المسيح المسيح الوحيد المخلص العالم ابن الله المعلن لدات الله اخيرا حبائي بالنسبة للعبارة اللي قالها المسيح في اية خمسة واربعين من يراني يرى الآب الذي ارسلني حابب اقول كيف يمكن ان نعرف الخالق ان لم يرن ذاته هو الله ارانا ذاته في المسيح عشان كده اكد المسيح الحقيقة دي في اصحاح 14 اللي هنجيلها بعد كم حلقة لما قال لفلوبوس من رآني فقد رأى الآب وهنا قال الرب يسوع صراحة ايضا انه ان من يعرفه عرف الآب اي الله اذا فهو الله الذي ظهر في الجسد اي في الطبيعة البشرية خلينا اقول في الختام احبائي ان غرض مجيء المسيح الاول هو خلاص البشر ونوالي الحياة الابدية اما في مجيءه التاني المرتقب عن قريب جدا سيأتي لدينونة العالم كل من رفضوه كالرب والمخلص وايضا يأتي لقيامة وتمجيد المؤمنين اللي قبلوه وتوجوه رب ومخلص على حياتهم وعاشوا حياة البر والتقوى وعاشوا حياة العطاء والتكريس الكامل ليه دولا الرب هيجزيهم بمجد لا نظير له ميرات لا يفنى ولا تدنس ولا بمحل شتان الفرق ما بالي الاتنين اللي رفضوا بيكونوا حكموا على نفسهم بالهلاك بعيد عن المسيح في ظلمة خارجية لكن اللي قبلوه بيجوه واستمتعوا بالميرات الأبدي اللي أعدوا الله لكل من آمن بالمسيح وتوجوه رب ومخلص شخصي على حياته بصلي من كل قلبي كل حد بيسمع النار ده يكون أخذ نصيبه من خلاص المسيح وضمن حياته الأبدية وعايش في منهج القداسة العملية لإلهنا كل المجد إلى الأبد شوفكم الحلقة الجاية شكرا